السلام عليكم وتحياتي لكم ضربة اصفهان وعلاقتها بحرب اوكرانيا وروسيا اليوم تم ضربة يعني قوية لايران ونعرف مين اللي عمل كده واهداف الضربة ونتائج الضربة وعلى ايه علاقتها بروسيا اه لكن قبل ما نشوف اه ما يحدث في اه ضربة اصفهان ونشوف اخبار اوكرانيا وروسيا بالطبع اه اه طاقم المدفعية قدامنا بيقولوا هما بيقولوا صباح الخير والعافية للجميع تحية من طاقم المدفعية المضاد للطائرات العسكرية دي اه فيديو من اه الجبهة في اه اه روسيا طاقم مدفعية الروسي اه مضاد لطيران يعني مضاد للطيران وكده وهو روسيا مدلية أخبار الروسيا كما ترى مدلية اقبأ الشرق بالطاقم المدفعية ثلاثة وثلاثة 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 نحن سنهزم المتحولين جنسيا دونالد ترامب سنهزم إدولوجية الإبراليين المتحولين جنسيا ونعيد التأكيد على أن الله خلق جنسين فقط هما العجل والمرأة لا شيء جميل ما زالت هناك أصوات محافظة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أصوات كثيرة جدا لكن الحاكمين هما اللي عايزين يعني يدمروا البلد وطلعت الحرية دلوقتي الحرية في بريطانيا إزاي تبقى كلب إزاي تبقى خنزير الحرية ويدوهم دولارات عشان يصبح حيوان إيه ده؟ هل هذه حرية؟ هذه ضد الفطرة الإنسانية طيب ضربة أصوهان استهدفت موقع إيراني لتطوير صواريخ بمساعدة روسيا يعني في مكان بيطور صواريخ بمساعدة روسيا ويقال أنها صواريخ فرط صوتية وحدث ضربة كبيرة لهذا الموقع وصحيفة عبرية بتقول هدف ضربة أصوهان وعلاقته بروسيا أن الضربة لها صلة بالحرب الأوكرانية وهي صحيفة يدعوت إحرانوت فإن الغراء الإسرائيلية هما بيقولوا كده في أصفهان قد تكون استهدفت موقعا تطور فيه إيران بمساعدة روسيا صواريخ فوق صوتية يعني هما بيقولوا إيران بتطور صواريخ فوق صوتية واستهدفتها الطيران المسير الإسرائيلي وأربع طائرات مسيرة من داخل أصفهان قصفت المصنع وهنعرف النتائج لاحقا ماذا حدث وذكر المستشار الأوكراني ما خيله دولا ليك اليوم أن استهداف مواقع في أصفهان الإيرانية له صلة مباشرة بالحرب في بلاده يعني بيقولك أن إيران بتساعدها روسيا على صواريخ فوق الصوتية وأيضا إيران بتساعد روسيا بطائرات مسيرة هو كده بيقول كده وبيقول أن الطائرات المسيرة يعتقد أنها اطلقت من داخل إيران وكشف المسؤولين أمريكيون وأشخاص مطلعون عن عملية أصفهان أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرات مسيرة استهدفت مجمعا دفاعيا في إيران أيضا صحيفة وليستريت جورنين قالت أن ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح إيران النووي والعسكري ونقل إكسيوس عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله تم استهداف أربع مواقع مختلفة في المنشآت بأصفهان وجميع الضربات حققت أهدفها ده على حسب البيان العبري لكن إيران لها كلام تاني ونشوف ماذا قالت الولايات المتحدة أمريكا تنفي مشاركتها إسرائيل بضرب إيران ووصفت المسيرات انطلقت من داخل أصفهان نفى مسؤول بارز اليوم خلال الحديث من الإزار الإسرائيلية قيام عسكرية أمريكية بشأن ضربات داخل إيران فيما أعلن صحيفة أمريكية بأن المسيرات انطلقت من داخل أصفهان يعني هم عارفين انطلقت منين ومن اللي أطلقها والصحيفة العبريلية بتقول لك أن إسرائيل هي اللي ضربت المواقع الإيرانية ووفقا لهاية البس الإسرائيلية فإن مسؤول أمريكي قال قد رأينا كافة التقاريف وسائل الإعلام التي تتحدث عن هجوم أمريكي في إيران لكن نؤكد عدم وقوع هجمات تابعة للجيش الأمريكي في العمق الإيراني وقال نراقب الوضع عن كسب بعد الهجوم على مستودع في أصفهان صحيفة نيويوركتلينز قالت المسيرات استهدفت مواقع بأصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران كله بيأكد كل الصحف العالمية بتأكد أن الطائرات المسيرة تسمى كواد كوبيتر لأن لديها أربع دولات لديها مدى طائران قصير وفي هجوم يعتقد أنها اقلعت من داخل إيران كله بيأكد أنها انطلقت من داخل إيران والجذير أن مصنع عسكري في مدينة أصفهان وصطيرات تعرض لهجوم ووزارة الدفاع الإيرانية أكدت أنها هجوم فاشل في حين بيأة مصادر أنها حققت النتائج المطلوبة وشاركت فيها ثلاثة دول حسب ما كشفته تقارير إعلامية يعني التقارير الإعلامية بتقول ثلاث دول هم اللي أجمعوا على إيران إيران نشرت صور بتقول أن أجادة التشويش القصة بها أسقطت الطائرات وآلت هجوم فاشل ولا نعلم الحقيقة هل هي حقاقة الأهداف أم لا ده البان الصادر من إيران طيب أخبار أوكرانيا وروسيا بوليتيكيو بيقولك عدد من مسؤولين العسكريين الأمريكيين يضغطون على البنتاجون للموافقة على إرسال مقاتلة F-16 إلى أوكرانيا كلا تبقى حرب على لي عيني عينك يعني البنتاجون فيه ناس بالطالب بإرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا أيضا كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة وتحضر أمريكا آآ من نتائج غير مرغوب فيها آآ يعني هل لك إحنا ما ديناشي أسلحة وانا بسأل سؤال هو لو يدوا أسلحة إيه المشكلة طيب هو كل الدول بتدي أوكرانيا أسلحة حوالي خمسين دولة بيجتمعوا في قاعدة رامشتين وبيدوا أوكرانيا أسلحة إيه المشكلة لو يدت آآ يعني كوريا أو إيران أو الصين أو أي دولة إيه المشكلة لو يدت أسلحة ده؟ صحيفة بتقول أوكرانيا تنتظر عشرات المقاتلات من الدول الأوروبية وسأل إعلام أسبانية أن نظام كييف يطالب بالحصول على 24 مقاتلة حربية من الدول الغربية وذلك كجزء من المرحلة الأولى من شحنة الأسلحة الجديدة آآ ممثل أسبانيا آآ في القوات الجوية الأوكرانية يوري أغنات أن كاتبتان من الطائرات 12 مقاتلة لكل من هما ستكون حزمة جديدة يعني بيقولك آآ كاتبتان من الطائرات بيتكونوا من 12 مقاتلة لكل من هما ستكون حزمة جديدة من المساعدات العسكرية ينتظر الجيش الأوكراني الحصول عليها في من حلفاء الدوليين يعني آآ بيساعدوا أوكرانيا لكن روسيا منتظر أي مساعدات وبتقطع لمداد أول بأول آآ بحسب الصحيفة سوف يتم معطاء الأفضلية الرئيسية للطائرات الأمريكية F-16 داي F-16 بعد أخذت الحرب الرسمي مع آآ روسيا يعني الناتو والولايات المتحدة بعد أخذت الحرب هما قالوا كده حتى في روسيا قالك الأسلحة اللي بتقتلنا لعتبر مشتركة في الجريمة ووفقا للجيش الأوكراني في حال تم استلام المعدات المطلوبة فلن تتمكن القوات الأوكرانية قريبا من استخدام هذه الطائرات حيث سيستغر تدريب الطائرين ستة أشهر على الأقل قال لني ما أكله بيقول كده وذي ما بيقوله آآ عندنا مسأل في السعيد بيقولك موت يا حمار على بل ما يجيلك العالية يعني على بل ما يجيبوله للأكل ممكن يموت الحمار وما يلحقش يأكله وهم بيقولوا لا يا حين ما يصرى لما تتحسن الظروف لما تتحسن الأحوال هنبعث لك مقاتلات وطائرات وانتو الحرب ودفعوا وكل يوم أسرة وكل يوم الجيش اللي آآ يعني هنعرف أخبار أخرى عن الجيش الأوكراني آآ خبر يعني آآ بيقولك علماء روس يطورون طعاما خاصا للجيش آآ أخصائيون في مركز الأبحاث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء طوروا غذاء خاص للجيش اسمه دون بعث آآ المنتجات والأنظمة الغذائية الجديدة مصممة لمساعدة في تركيز الانتباه وديادة القدرة على التحمل وتعبئة قوى الجسم للهداء النوعي للمهام ومساعدة الجنود على تحمل الظروف السيئة ودرجات الحضارة المنقفضة والضغط والضغط والتعب وقلة النوم آآ تم بالفعل اختبار كثير من مكونات النظام الغذائي في الفضاء إذا ما يعملونهم يعني يعني يخلون الواحد خارف يعني ده بيقولك ده هي أسلحة جديدة تطورها آآ الكوات المسلحة الروسية وكل يوم روسيا بتطلع لنا بأسلحة جديدة وأيضا في آآ يعني آآ اسلحة آآ اسمه باركر مضاد للدبابات آآ ده يعني بيصير اللي واحد ولا فيه جنود ولا فيه حاجة وزاتيه اطلاق يعني يطلق النار على الحاجات اللي بيشوفها مصمم يعمل كده ويقولك ده يعمل فارق كبير جدا في المعركة وبدأت روسيا اطلاقه زي ما احنا شايفين وآآ نتمنى الخير والسلام لجميع البلاد وتحياتي لكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدسكم ظريف الاليب تحياتي اشتركوا في القناة